ليست حمولة اسمنت كما يبدو للناظر أول مرة ولم تكن هذه المرة أيضاً حمولة أسلحة أو مواد متفجرة كما جرت عليه العادة في المرات السابقة بل هي حمولة جديدة تحتوي على كميات من المواد المخدرة والحشيش والتي باتت تضبط في مأرب بين الفينة والأخرى إذ لم يبقى السلاح وحدة ما يغري المهربين بل إن المخدرات أيضاً أصبحت من أكثر المواد التي تدخل إلى هذه المساحة الجغرافية لغرض الانتشار على عموم محافظات الجمهورية فهذه الحمولة كما تقول قوات الأمن الخاصة في مأرب كانت في طريقها إلى العاصمة صنعاً جرى تفتيشها ومن ثم إحراقها بالكامل وعلى الرغم من التمويه الشديد الذي قام به أصحابها منذ انطلاقها من محافظة حضرموت إلا أن قوات الجيش والأمن هنا تمكنت من ضبطها واكتشاف ذلك التموي الشحنة المضبطة من قبل الجهات الأمنية كانت تحوي 352 كيلو جرام من الحشيشي وأنواع أخرى من المخدرات متحركها من حضرموت متجهها إلى صنعاء وتم ضبطها في أحد النقاط وتم توريدها إلى المطار لغرض الفحص ومن ثم تم التفتيش وطلعت الكمية بهذه الكمية لم نتوقع أنها تطلع كمية هائلة يحط بين إسمنت وكما نحن معتادين أن الحشيش يهرب على 10 كيلو على 20 كيلو لغا هذه الكمية هائلة يعود تجار المخدرات إذن ليضيفوا معضلة أخرى إلى سلسلة المصائب التي يمر بها هذا البلد المثقل ليتسابقوا مع تجار الحرب مجددا في قتل اليمنين بمختلف الطرق ترجمة نانسي قنقر